معي مباشرة من القدس مراسلة الحدث لانا كولغاصي أهلا ومرحبا بك لانا كل عام وانتي بألف خير أسأل في البداية عن هذه الهدنة التكتيكية كيف خرج الخبر ثم يعني ظهر الجيش وتراجع وأوضح بينه لا يوجد هناك وقف للنار أو هدنة لـ 11 ساعة في رفح أهلا بك بالحقيقة هو لم يتراجع الناطق باسم الجيش الإسرائيلي كان قد تحدث في بيان صباح اليوم أن سيكون هناك هدنة تكتيكية بمعنى بعد مناقشات مع الأمم المتحدة وبعض المنظمات الدولية الجيش الإسرائيلي قرر بأن يكون هناك مسار معين لنقل المساعدات الإنسانية بهذا الطريق من معبر كرم أبو سالم نحو شارع صلاح الدين وهو أيضا أحد الشوارع المهمة التي من خلاله تستطيع المساعدات الإنسانية تصل إلى مناطق مختلفة ولكن كان هناك غضب إسرائيلي حتى وزير الدفاع الإسرائيلي أوضح بأنه لم يعلم هذه المعلومة إلا من خلال الراديو الإسرائيلي والإذاعة الجيش الإسرائيلي بالحقيقة وحتى صحيفة هارتس كانت قد تحدثت بأن الجيش يقول أن التهديئة التكتيكية هذه يعني قرار عسكري لا يخضع إلى السلطة ولا يحتاج حقيقة إلى موافقة من الحكومة الإسرائيلية ولكن من جهة أخرى كان هناك غضب سباء من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيمين نتنيا وحتى بعض الوزراء المتطرفين منهم مثلا أتمر بن كفير الذي تحدث بأن هذا قرار خاطئ وأيضا الجيش الإسرائيلي بعد هذا الغضب كان قد خرج في بيان توضيحي وأكد أن العمليات العسكرية ما زالت مستمرة في رفح جنوب قطاع غزة وأن هذا البيان فقط يعني أن يكون هناك مصار لنقل المساعدات الإنسانية ولا حتى لا يوجد اختلاف في إدخال البضائع أو حتى الكمية لهذه البضائع من معبر كرم أبو سالم أيضا لانا هناك زيارة لوزير الدفاع جالنت لأمريكا ما الذي يرشح ضمن من يعلق من الوسط السياسي الإسرائيلي أو حتى ما يرشح في وسائل الإعلام الإسرائيلية حول طبيعة هذه الزيارة نعم بالحقيقة كان قد وصل الولايات المتحدة اليوم صباحا حسب بعض المصادر ليلقى نظيره الأمريكي بالحقيقة النقطة الأساسية على ما يبدو هو الحديث بالتوتر والتصعيد المتواصل لأشهر طويلة خاصة في الجبهة الشمالية ومحاولة الحديث وإيجاد ربما حل لهذه النقطة خاصة بأن أعداد كبيرة من الإسرائيليين والمستوطين ما زالوا خارج منازلهم في المستوطنات الشمالية والتصعيد يعني هو سيد الموقف لأشهر طويلة ولكن على ما يبدو أن التصعيد يزداد شهرا تلوى الآخر وبالتالي هذه أهم النقاط التي من المقرر أن يتم الحديث عنها الجبهة الشمالية والحدود الإسرائيلية اللبنانية طيب أيضا كانت هناك تصريحات لناتنياهو حين قال وتحدث أن هذه دولة فيها جيش وليس جيش بلا دولة ما الذي كان يتحدث عنه هنا نتنياهو؟ بالفعل هذا البيان خرج به رئيس الوزراء الإسرائيلي بعد أن كان هناك تصريح من الجيش الإسرائيلي أو بيان من الناطق باسم الجيش الإسرائيلي صباح اليوم بما يتعلق بالمسار الإنساني من معبر كرم أبو سالم كما تحدثنا قبل قليل إلى شارع صلاح الدين ونقل المساعدات الإنسانية كان يتحدث بأن على ما يبدو هذه القرارات يجب أن تتم بموافقة الدولة ومشاورات مع المؤسسة السياسية بمعنى أن المؤسسة أو المنظومة العسكرية لا يجب أن تقرر بخصوص هذه النقاط وأكد أن هو مصر على أو ملتزم حقيقة بتحقيق الأهداف لدى الحرب وهي القضاء على القدرات العسكرية لدى حركة حماس وإعادة الأسراء الإسرائيليين وعدم توجيه أي خطر من قطاع غزة نحو إسرائيل في أي وقت بالمستقبل إذن من القدس مراسلة الحدث لانا كلغاصي شكرا جزيلا لك لانا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة